خطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعامة تهدد الدين عقيدة وسلوك وأخلاق ومنهجة لذا كان من المهم بمكان تحصين الأبناء ضد ما قد يشوش أفكارهم ولا سيما في المجال العقدي ما نعيشه اليوم من انفتاح عالمي وثورة معلوماتية وتقنيات حديثة هي سلاح ذو حدين ونشأ بسبب ذلك جيل من أبناء المسلمين يدعو إلى التغريب وإفساد الأخلاق والقيم إجمال لأضرار الإنترنت إضاعة الأوقات التعرف على صحبة السوء زعزعة العقائد والتشكيك فيها نشر الكفر والإلحاد الوقوع في شراك التنصير تدمير الأخلاق ونشر الرذائل التقليد الأعمى للنصارى والافتتان ببلادهم إهمال الصلاة وضعف الاهتمام بها التعرف على أساليب الإرهاب والتخريب الغرق في أوحال الدعارة والفساد إشاعة الخمول والكسل الإصابة بالأمراض النفسية إضاعة مستوى التعليم التجسس على الأسرار الشخصية انهيار الحياة الزوجية